بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى من ولاه أفضل سلام وأتم صلى أيها الأحبة طلاب الصف الحادي عشر أدبي أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الإحصاء أعزائي طلاب الصف الحادي عشر أدبي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسنا اليوم بعنوان الإلتواء الإلتواء وعلاقته بمقييس النزعة المركزية تذكر أن مقييس النزعة المركزية ثلاثة الوسيط والمتوسط الحسابي والمنوال الإلتواء وعلاقته بمقييس النزعة المركزية الربط بين مقييس النزعة المركزية والإلتواء إذا كان المنوال أكبر من الوسيط أكبر من المتوسط الحسابي فإن الإلتواء يكون إلى اليسار أي أن الإلتواء سالب أما إذا كان المنوال يساوي الوسيط يساوي المتوسط الحسابي فإنه لا يوجد إلتواء أما إذا كان المنوال أصغر من الوسيط أصغر من المتوسط الحسابي فإن الإلتواء يكون إلى اليمين بمعنى إلتواء موجبا تذكر أن المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا المتوسط الحسابي هو مجموع القيم على عددها دعنا نرى المثال الذي أمامك تمثل البيانات التالية درجات الحرارة في بعض مدن العالم المطلوب هو حساب المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال لهذه البيانات وهل يوجد إلتواء وحدد نوعه إن وجد أولا المتوسط الحسابي هو مجموع القيم على عددها فنجمع تلك القيم نرى أن مجموعها 279 وعددهم 9 يساوي 31 ولإيجاد الوسيط لا بد من ترتيب القيم تصاعديا هذه هي ترتيب القيم تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر ثم نحذف أول قيمة مع الأخيرة وهكذا إلى أن يتبقى قيمة وحيدة في النص بالمنتصف القيمة الوحيدة المتبقية هي 34 إذن الوسيط يساوي 34 والمنوال هو القيمة الأكثر تكرارا وهي 37 كما نرى هنا أن المنوال أكبر من الوسيط أكبر من المتوسط الحسابي إذن يوجد إلتواء سالبا تذكر أن الوسيط لعدد نون من القيم من قيم البيانات المرتبة تصاعديا هو القيمة التي ترتيبها نون زائد واحد على اثنين من هذه القيم إذا كان العدد فردي والمتوسط الحسابي للقيمتين التي ترتيبهما نون على اثنين ونون على اثنين وزائد واحد من هذه القيم إذا كان نون زوجي إذا كان العدد زوجي الربيع الأدنى هو وسيط النصف الأدنى من قيم البيانات ويرمز له بالرمز راء واحد الربيع الأعلى هو وسيط النصف الأعلى من قيم البيانات ويرمز له بالرمز راء ثلاثة الشكل الذي أمامك هو مخطط الصندوق ذي العارضتين ممثل عليه مجمل الأعداد الخمسة وهي القيمة الصغرى والربيع الأدنى وهو راء واحد والوسيط وهو راء اثنان والربيع الأعلى راء ثلاثة والقيمة العظمى العلاقة بين الالتواء ومخطط الصندوق ذي العارضتين عندما يكون هناك التواء إلى اليسار بمعنى التواء سالبا فشكل الصندوق سوف يوضح مخطط الصندوق ذي العارضتين أن الوسيط أقرب إلى الربيع الأعلى منه إلى الربيع الأدنى أما إذا كان هناك التواء إلى اليسارة أما إذا كان هناك التواء إلى اليمين بمعنى التواء موجبا فإن شكل الصندوق البياني يوضح يوضح مخطط الصندوق ذي العارضتين أن الوسيط أقرب إلى الربيع الأدنى منه إلى الربيع الأعلى ويكون متماثلا إذا كان يوضح مخطط الصندوق ذي العارضتين أن الوسيط يقع في المنتصف بين الربيع الأدنى والربيع الأعلى دعنا نرى المثال الآتي تمثل البيانات التالية المصروف اليومي لعدة عائلات في الكويت بالدينار الكويتي مرتبة تصعديا المطلوب هو حساب الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى ثم نرسم مخطط الصندوق ذي العارضتين وهل يوجد تماثلا أم التواء إلى اليمين أم التواء إلى اليسار أولا نحسب الوسيط والربيع الأدنى والربيع الأعلى لا بد أولا أن نرتب القيم تصاعديا كما ترى أمامك القيم مرتبة تصاعديا عدد القيم هنا أربعة عشر قيمة مبينة أمامك إذن عدد القيم هنا زوجي الوسيط هو متوسط حسابي للقيمتين التي ترتيبهما نون على اثنان بمعنى أربعة عشر على اثنين يعني يساوي سبعة والذي يليها إذن القيمة السابعة والقيمة الثامنة إذن الوسيط اللي هو رأى اثنان هو عبارة عن واحد واربعين نعم واحد واربعين زائد اثنان واربعين على اثنين بالآلة الحاسبة يطلع الناتج واحد واربعين وخمسة من عشرة هذا هو الوسيط اللي هو رأى اثنان ولإيجاد الربيع الأدنى رأى واحد هو وسيط نصف المجموعة البيانات الأدنى وعددها سبعة نعم هنا الربيع الأدنى رأى واحد هو اثنان وثلاثين والربيع الأعلى رأى ثلاثة هو وسيط نصف مجموعة البيانات الأعلى وعددها أيضا سبعة والعدد سبع فردي فيكون راء ثلاثة أو الربيع الأعلى هو الستة وأربعين البيانات التي أمامك المطلوب رسم مخطط صندوق ذي العارضتين لمخطط الصندوق ذي العارضتين يتضمن مجمل الأعداد الخمسة وهي الوسيط والربيع الأعلى والربيع الأدنى والقيمة الصغرى والقيمة العظمى كما نرى أن الصندوق راء واحد وهي 32 راء اثنان واحد واربعين ونص راء ثلاثة ستة واربعون والقيمة الصغرى وهي أصغر قيمة 27 والقيمة العظمى وهي أكبر قيمة وهي الستين هذا هو مخطط الصندوق ذي العارضتين دعنا نرى هل يوجد التواء إلى اليمين أم اليسار من شكل الصندوق يتضح أن الوسيط أقرب إلى الربيع الأعلى نعم الوسيط راء اثنان أقرب إلى الربيع الأعلى راء ثلاثة منه إلى الربيع الأدنى لذلك يوجد التواء إلى اليسار بمعنى أنه التواء سالبا إلى هنا نصل إلى نهاية حصتنا اليوم على أمل أن نلقاكم في حصص مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم مع أرق أمانين بالتوفيق ونجاح لحدمتم طيبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة